ترتيبات سياسية جديدة تتصدر المشهد الليبي تتلخص باتجاه الفرقاء إلى الدخول في مصالحة وطنية شاملة وتحديدا بين السلطات والزعامات الجهوية وأمراء الحرب في مدن غربي البلاد الاتجاه نحو المصالحة جاء بعد الإعلان عن إطلاق سراح عدد من كبار رموز النظام السابق من بينهم أحمد رمضان مدير مكتب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ونجله الساعد القذافي ومنصور ضو آمر الحرس الشعبي سابقا إضافة إلى الإفراج عن العديد من السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا وفقا لبيان أصدره المجلس الرئاسي الليبي وتزامن مع هذا الإعلان اتفاق آخر بين وجهاء وأعيان مصراته وبين قبيلتي القذافة والمجابرة ينص على الكشف عن مكان دفن معمر القذافي ونجله سيف المعتصم ووزير دفاعه أبو بكر يونس جابر كجزء من اتفاق المصالحة المعلن عنه مؤخرا المجلس الرئاسي بدوره أكد مواصلة العمل في إطار المهام الموكلة له بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومن بين أبرز مهامه هي طلب المجلس رسميا من السجناء المفرج عنهم بالمساهمة في تكريس المصالحة الاجتماعية بين الليبيين خلال الفترة القادمة والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام القادم أغلب المفرج عنهم ضمن اتفاق المصالحة اتجهوا للإقامة في دول عربية فيما يفسر البعض ذلك إلى عدم قدرة السلطات المحلية على توفير الحماية الأمنية لهم أو رغبة رموز النظام السابق في العلاج أو لقاء أسرهم في بلدان المهجر وينتظر أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن بقية أنصار النظام السابق المحتجزين في سجون طرابلس ومصراتة ضمن خطة المصالحة الوطنية في وقت يرى المراقبون للشأن الليبي أن رئيس الحكومة عبد الحميد لدبيبة كسب نقطة مهمة في رصيده الشعبي بإقراره مبدأ الإفراج عن رموز النظام السابق مستفيدا من الأجواء الإيجابية التي تترجمها الفعاليات الاجتماعية والسياسية في مدينته مصراتة في تحقيق المصالحة كمشروع وطني شامل